اشتركوا في القناة خطفته جلطة دماغية أدخلته المستشفى قبل أيام ليفارق الحياة مساء الأربعاء الراحل خريج معهد الفنون اللبنانية تابع دراسته العليا في العاصمة الفرنسية متخصصا بفن الجداريات وإذنعته نقابات عدة ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بسيرته الفنية والإنسانية الحافلة ودارة العائلة التي تحولت متحفا فنيا بمحترفه الذي قضى فيه عمرا من التعب والإنتاج الإبداعي احتضنت أقرب المقربين في لحظة الوداع القاسية لشركة عمره الدكتور إلهام والابنتيه نور وسناء وباء القرون استوجب اختصار المودعين على المقربين بوعي وبطلب من عائلته وابناء بلدته الذين أحبهم وأحبوه لم تقوى العائلة على الكلام لوقع صدمة الغياب لكن محترف الراحل ينطق بسيرته ريشة ولونا وطبيعة مشرقة كأيام زاهد أعطى ولم يحتفظ إلا بحفنة تراب وزرقة بحر وشمس زهبية يرحل الفنان ويبقى نوره يشع عبر الأجيال إبداعا وطريق حياة